اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين اللهم عيني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسيري الهدى لي بسم الله والحمد لله مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتنميدات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية لمادة علوم الحياة والأرض بالنسبة للمستوى ديالتانية باكالوريا علوم الحياة والأرض خيار فرنسي ولمسلك دولي تانيا باك اس فيت اوبسيون فرانسي ولا سكسون فرانسيز ولا بيوف ولو كما قناتو في العنوان ديالفيديو اليوم ان شاء الله بحول الله عدنا تصحيح الامتحان الوطني ديالسنة الفين ورسالين ويني هذا امتحان يخص ناس ديالسيونس فزيك هات امتحان هادو لا تمرين هادرية الخدموا اليوم دوزوه الناس ديالسيونس فزيك سنة الفين ورسالين ويني راك نقلعه بحال نبحالهم في بعض الوحدات وبعض الدروس فنحن بأوضح أفضل معهم Twitter ونحن بأوضح أفضل معهم نبدأ أعلان الأماكن ذكرنا على الحفظ المستيكة كانت عميلاً تشعر إضافهم يجب ينطق THEM أنهم يأتي لنسيطات على استخدامز للعنال نحن نخلق باستخدام الأبوات عندما نسيتين مصدر أسفل POLXP 195% نحن نحن نقل جميع الأبوات كما نقل جميع الأمراض من الأمراض هذه المنزل هي ومجموعات الأمراض يقلون لنا هذا المرض وقالوا لنا في نفسه وقالوا بأن هذا النوع من البعوض أو حالياً أو مقاومة للمبيدات الحشرية التي كرشوهم عليه لذلك قبل أن نتخلص من هذا النموذ والبعوض كرشو لي واحد مجموعة للنسكتسيد وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض أو مقاومة للمبيدات الحشرية وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض هذا النموذ والبعوض وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض هذا النموذ والبعوض هو أحد الأنزيم الذي يفكليه هذا النقل العصبي الذي يفكليه هذا النموذ والبعوض هذا النموذ والبعوض وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض هذا النموذ والبعوض وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض وقالوا بأن هذا النموذ والبعوض هذا النموذ والبعوض بينما هناك ستنزيم باعتمادك على الوثيقة رقم واحد صف كيفية عمل هاد الانزيم لي هو الاسيتيل كولين استغاز وتأثير ديال هاد المبيدات الحشرية لي هم الكاربامات على هاد الانزيم لي هو الاسيتيل كولين استغاز هاد يسبب قسمه الاسيتيل كولين رSurقنا هنا هاد الاسيتيل كولين هي نورو طرم 1980 وهم ينشرف يدير الفيحة الاسيتيل كولين عاط PET انه ejeال الانزيم ديال اخر عقل ينushing باسم tingين كما نعتدد اسم الاسيتيل كولين في هذه الجهزة الاسيتيل كولين استغاز لا تنظم الهوز لحد الانزيمين لا تعتقده يتصع علي اختيار وهو ضد المدد هذا السيتيل كولين تصوبه الانزيم على سيد المدد يتصوير الانزيم هذا السيتيل كولين يتصوير الانزيم بطريقة المدد و تصوير الانزيم من الحالة الموجودة من المادة وهو الاسيتيركولين و تخيل الهاتف لأسيتيكولين و تخيل الاسيتيركولين المفروم هذا هو الميكانيزم من الموضوع الاسيتيركولين و تقول الاسيتيركولين سوف تتوقع الى التعليزة بين السيتليكولين والسيتليكولين يستغاز في الموقع المحدد المقدمة التغوليز يتخل على هذا الاسيتليكولين ولكن يجب أن يكون مواد الاسيتيل كولين وانا بعده ، لأن يكون مواد الاسيتيل كولين نريد الكاغبامات هذا هو المبيض الحشري من الاسيتيل كولين هذا الكاغبامات يمشي للسقف نفس الاسيتيل كولين هذا اسياح المواربd يرتدي تم تنادي المواربd يرتدي ذ heck كيف تحضر عليه الكامبات؟ في السقه كيف يسمح لهذا الولاد؟ يقسم بهذا المده ولكنه جزء كبير سيكون لسقه لمنزم وبالتالي لمنزم لنزم لنخفضة العامرة كانت لديه كابوس مخفضة اللون في السقه في هذه المادة الى الاسيتي الكونين. كتبه لي عامرة. كيقول لي واحد مكان شاغر. وبالتالي وخاك يجي هاد الاسيتي الكونين ما عندوش فين يلسق. ما عندوش فين يلسق لي انه عامرة هذا بلاسة يلاسق فيها هاد الكعبة ما تلي هو المبيد الحشري. وبالتالي شنو كيترى؟ مما انه كيلسق لي هاد مبيد الحشري هنا. هاد الانظيم هذا ما يبقاش خدام. هاد المادة هاد ما غادي بقاش تفكيك ديالها. وبالتالي سيتحبس لي المساج دكن الرسالة العصبية بين الخاليها العصبية سيتحبس. وبالتالي كيموتوا هاد حشرات هاد وكي diet leben هاد النقل ولا عota هاد المبيد الحشري الي هو الكاغبة ما. في الجواب اول حقنا للادسكيبشن倍 الانظيم الي هو الد�� سيت الب hmm탄 TRZ تحبش هاد لا مساي ما ت chamع 굉장히 الزياتي الكولين على الأنزيم اللي هو السيت الكولين إستخاذ في واحد الموقع محدد أما أن توقع لنا هناك إراجات الأجميع اللي باقل الاجمال إلى السيتات الزياتي الكولين إستخاذ تنبقى تركيك لله السيت الكولين كما أن الجوجة المواد abeة الكولين والسيتات وتأخذذ هذا الأنزيم لأنها اتشاف في مباشرة مرة أخرى كتولي لي بغاد الولاسة يعود يجيل سقلي فيها مرة أخرى فاش تكون رسالة عصبية وحدة أخرى يجيل سقلي فيها هاد لسيتيل كولين بنسمى اللو مود داكسيان ديال الكابامات على هاد لسيتيل كولين استغاز لنك أبخيصها فكساسيون بعد مما كيتفكسها على هاد لسيت أكتيف على هاد البلاسة هاد اللي كتكون نشيطة في هاد لنظيم لي والسيتيل كولين استغاز قلنا هاد لكابامات كيشدة ديك البلاسة وبالتالي مني كيشدها شنو كيوقع كيوقع بلي هاد لنزيم السيتيل كولين استغاز كيولي انكابابل ما كيقدرش لتلصق عليه لسيتيل كولين وبالتالي ما كيقدرش يفكيكلي هاد المادة هاد وبالتالي كيوقع ليا واحد المشكل في الجهاز العصابي ديال هاد الناموس ولا هاد البعوض هاد وبالتالي كيموتو ليا مع المودة ما فروح البعوت غلون ليا شيء للموسيك كيوليكس بيبيانس لاسنتيز ديال سيتيل كولين استراز يكنتخل الى پاراجين ايضا ديالة ليا للدفرن غلون ليا عند هاد البعوض لمنوع اليال كيولكس بيبيانس الانتاج ديال هاد لنزيم لسمناه لسيتيل كولين استراز كاتحكم لنا في أحد الموريته اللي فيها جوج ديال حاليلات مختلفة عندنا أولاً للمستيك رزيستان سوش R possèد دوزاليل متى عليل أسيتيركولينيستيراز R alors que للمستيك سنسبل سوش S possèد دوزاليل سواج عليل أسيتيركولين S عندنا أولاً نجوش دير أنواع دير هاد البعود هادا هاد نوح هاد البعود مقاوم يعني كي قاوم لين هادوك المبيدات الحشرية بمعنى أنهم ما كي قضيوش في هادوك المبيدات الحشرية ما فهم اسمينهم سوش R يعني R résistant يعني كي قاوموا هؤلاء عندهم جوش دير الحليلات الطافرة جو دير الحليلات الطافرة هؤلاء هؤلاء هما الحليل A-C-E-R يعني الحليل المسؤول على إنتاج لسيتيركولينيستيراز رزيستان يعني هو الحليل المسؤول على إنتاج دير هاداك لانزيم دير لسيتيركولينيستيراز عند البعود المقاوم وعدنا النوع الثاني ولي هو المسيك sensible يعني البعود الحساس يعني إنفوكات رشعلي هاداك المبيد الحشرية كي موت sensible دك شعليش رمزنا له بأس يعني حساس ولي عنده جوش دير الحليلات يعني أصلية متوحيش يعني هي اللي كي نفل أصل ورمزنا لها بل A-L-A-C-E-S ولي هو المسيك لسيتيركولينيستيراز دير تأثير دير هاداك لانزيم دير هاداك المبيدات الحشرية اللي زنسيكتيسيد اللي قال لهم هي الكابامات تأثير هذه الموبيدات الحشرية على الجوجة للنواع للبعاود المقاومة الرزيسطة والبعاود الحساس الذي هو السنسيب نرى كيفية تأثير هذه الموبيدات الحشرية على النشاط للنظيمات لجوجة للنواع وكذلك من بعد قلنا عندنا في الفيجور بيه مانتر لطوة المortalية دي شاك سوش ان فانكسيك تأثير ديال موت ديالبعاود بالنسبة لكل سوللة الس و سوللة الر بدالت تركيز ديال موبيد الحشرية من هناك أن أجلنا من الوضع نسبة الوفاية ديالبعاود بدالت تركيز ديال موبيد الحشرية سؤال اللي اعطينا سؤال تاني ومشتريت الطبيب المضايقة الأخرى مصرين تهجران تجربة قبل وحشياة تجربة قبل وحسب المتحدة تهجران لذلك الشكلين تقتل الاجتريات الأخرى تت morality من المخصصص عن الأسلالسات الأسولية التهجرانية الأسلالسات التهجرة في النشاط الأسيتيل كولين استغاز ثم ستقترح لنا واحد الفارضية التي ستفسر لنا علش هذه السولة التي تقاوم المبيد من الحشارات حسنا لنقوم بطبيعة الحالة للسؤال سوف نقرأ هذه الوثيقتين فجور A السفر هناك الشيطان لنسكتسيد 1mg تركيز المبيد الحشاري 1mg هناك السفر السفر 1mg ويوجود 1mg ويوجود 1mg هناك 1تركيز ثم ست написать contم هناك السفر wالسكتوكولين استغاز نحن نبدأ بالسوش وهي النشاط من هذا الانزيم يوجد سلالتين سلالة S والسلالة R والسلالة حساسة المبيض الحشري والسلالة المقاومة المبيض الحشري نحن نبدأ بالسوش S السوش S لأنه لا يوجد المبيض الحشري لذلك يوجد سلالتين سلالتين لذلك يوجد نشاط قصوية سلالتين لذلك يوجد المبيض الحشري يوجد 10 أقص جوج 1 ميليغرام لاحظوا معه النشاط الأنزيم سلالتين لذلك يوجد نخفاض كبير لذلك يوجد طبيعات الحالة في الانزيم في الانزيم وفي الانزيم 1 ميليغرام يوجد الانزيم في الانزيم السلالة S لا يوجد التركيز المبيض الحشري لا يوجد انخفاض في الانزيم لذلك يوجد تركيز 1 ميليغرام تركيز 1 ميليغرام يوجد السلالة R لذلك يوجد السلالة المقاومة المبيض الحشري في الانزيم كان لدي نشاط الأنزيم 32 رغم أنه تزايد تركيز في النشاط الأنزيم رغم الارتفاع تركيز المبيض الحشري وحتى في التركيز 1 ميليغرام يوجد يوجد لدي انخفاض الطفيف في التركيز وفي النشاط الأنزيم في 1 ميليغرام هنا بالنسبة للسلالة S يوجد الانزيم بالنسبة للسلالة S في 1 ميليغرام كان عندي بطبيعة الحال التوقف نهائي في النشاط الأنزيم في 1 ميليغرام بينما بالنسبة للسلالة R في التركيز 1 ميليغرام يوجد تركيز في النشاط الأنزيم هنا بالنسبة للوثيقة A بالنسبة للوثيقة B أو للشكل B عندي هنا بطبيعة الحال هذا الكوب يوجد ويوجد تركيز على الميليغرام في التركيز على الميليغرام يوجد بالنسبة للوثيقة في الميليغرام يوجد لتركيز من الميليغرام لا تركيز ن ambiente قل من 0.1 mg par litre ما هو؟ يوجد نسبة الوفايا وفايا في 1 تركيز 0.1 mg par litre ما هو؟ لدينا اكتبع الواجهة في توم المتالي ويصل إلى 100% في 1 تركيز 1 تركيز 1.1 mg par litre تركيز 1.1 mg par litre ما هو؟ لدينا تقريبا 100% لدينا مشكلة لدينا تركيز الموبيد الحشري 1.1 mg par litre لدينا 100% الوفايا وفايا بطبيعة الحال لدينا البعوض لدينا النموس سولة لـ S إنفو لدينا تركيز 101 mg par litre لدينا جميع البعوض لدينا وطبيعة الحال هذا هو يتوافق مع هذا الذي نرى هنا نرى هنا في 1 mg par litre أولا قلنا نصف أقل من 1 فعشرة أسناقية الجوج لدينا 0.1 mg par litre نرى أن النشاط النظيم خفض من 97 إلى 8 وفاش كين خفض هذا النظيم نرى نرى النسبة الوفايا ستزاد وفي 1 mg نشاط النظيم من عدم بالتالي هذا النظيم لا يمكن أن يكون لدينا نسبة الوفايا 100% بالتالي 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 1 mg par litre ستزاد كامل على عكس السوش R السوش رأي 0.1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 1 2 10 10 10 100 100 السلالة اه عندك يبدأ بمثليها تبعوذ من السلالة اه ما فهم وكذا يصل الى واحد القيمة قصوى ديال الوفاية 100% فاش كنفوت 10 او 3 ميلي جرام بغريت يعني واحد تركيز ديال الموبيد الحشري لجد كبير ما فهم هدف المقارنة طبعا الحالي شركة توافقوا معها تشاهده لك مقاية لبوتاز نحط واحد فرضية علاش هدف السلالة اه كتقاوم لي هدف الموبيد الحشري فرضية اللي غاين نقدر نطرحو تو سمبلمون وهو انه يقدر هدف السلالة اه ووقعات فيها واحد الطفرة ديال غردك شرع شعطين الاسم يعني طافرة واحد سلالة طافرة غاين نقولو تو سمبلمون باللي ووقعات ليه واحد الطفرة في الجينات في الموريتة ديال هدف البعوذ هدف 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 السلالة تولي تتقاوم هدف الموبيد الحشري لون كجواب بالنسبة للشق الأول من السؤال اللي في العلاقة بين لامورتاليتي والاكتيفيتي ديال السلالة كما قلنا في البداية هنا عندي بالنسبة للسوش اس هاد الفوقانية السوفاج والسنسيبل فاشنو قلنا قلنا باللي النشاط ديال النزيم كين خافض مع الارتفاع ديال تركيز ديال الموبيد الحشري دونك محد تركيز غادي كيرتف على السفر عشترا وسنقش جوج واحد نشارت لنزيم راتيوكين خافو بسبعة تسين تمنيه في طلصفر وحدة قناعه يساره دفنوح إني أعني التع desktop أعداق به في طلصفر دفنوح الإنتاج أعني موذكي في طلصفر دفنيت الاختقال في مستقل أعداق هلا تعمل وحدة قبل تعمل في طلصفر دفنوح كما قلنا فهذا التناقص أو هذا الانخفاض في النشاط الانزيم يوافقه بطبيعة الحال الارتفاع في العدد الوفايات حتى يوصلهم 100% في 1 ميليغام باريتر فالوظيفة العصبية لا يبقى لديهم الجهاز العصبية ولا يموتهم هذا المبيد الحشري يحبس النشاط الانزيم يؤدي الوفايات السلالة S بينما بالنسبة السلالة A في النشاط الانزيم يؤدي الوفايات السلالة S لا يتأثر لأنه يكون تركيز الوفايات السلالة S بالتالي لا يتأثر لأنه يكون تركيز الوفايات السلالة S ما يبدأ تحت الواحد ميليغام باريتر فعنده كما قلنا فهذا يكون لاجهر دي منيشيون واخفاض تعفيف في النشاط الانزيم وفي تالي بطبيعة الحال هذا يكون موافق وطبيعة الحال كما قلنا فالتطور الوفايات لهذا التطور الوفايات عند هاد السلالة A قلنا ما يبدأ حتى نفوته تركيز الاشرة أسجوج ميليغام باريتر فعندما كيبان طبيعة الحال بواحد الصيغة كتيرة مية في المياه تكن فوتو مياه تكن فوتو عشرة أو سلاجة ميليغام باريتر من هادك الانسيكتيزيد بالنسبة لفارة دي كما قلنا عندي واحد الموتاشيون حد طفرة على مستوى الموريتة الذي ينتج لها هذا النظيم ديال السيتيركوليني استغاز الذي يجب أن هذا السيتيركوليني استغاز لا يتقطر في هذا المبيد الحشرات مفاوم تستطيع أي فرعة ديالاتكولوجيك ولكن تذكرني هذا المفاوم ديالتفرة نذكرني هنا بأن لدي واحد طفرة مموتاسيون لا يطلب منك أن تضع هذه الجملة ولكن يطلب منك أن تقول لي ودي هنا يوقعت 1 طفرة لهذا الحليل لأنهم يجب أن تضعونا في المعطاية تقبيلها بالله هذا السوش أخ يتحكم لنا في 1 حليل الذي يسميناه لا سيتي لكولين استغاز أخ بمعنى أن هذا الانظيم كان يتحكم لنا في 1 حليل أخ لما أنه عندي حليل جديد إذا ستقدر تكون وقعت لي 1 طفرة أنا أخذ 그 مطالب منك أنưa نجمل لي وقعت 1 طفرة نحن جديد منك أنه يجب أن يتركون ندفع جدا كوداً لتحقق من هذه الفراضيات التي أعطينا أخبركم الوثيقة الثالثة التي أعطينا المتتاريات لجزء من الحالي الأولى بالغير منسوخ والأولى بالغير مستنسخ في المورد الذي أعطينا الأنظيم اللاسيتيل كيلونيزيرا اللاسيتيل كولينستيراز عند السولة S وعند السولة R السريق سهلك في المورد الأسؤال والأولى بالأولى بال countryside والأولى بالغير من المتتاريات الجزء في المورد آخر في استخدام إستخدام الفيديوية التي تظهرها فضلك ليس لإستخدام الاجباء على المتحدة في الأساسية وإستخدام إستخدام الاجباءاً إستخدام إستخدام الاجباء على الإعلام الاجباء حدد اولا ستصاب لنا لايغين مساجي و ستصاب لنا المتتارية دي الأحماض الأمينية بالنسبة للسؤالاتين S و A و ستتحقق لنا من الفردي اللي حضرت في السؤال السابق بطبيعة الحال و ستتسنتج لنا ولا تربط لنا واحد علاقة لها موريتة الصيفة ولا موريتة بطبيعة الحال كاركتر الصيفة بطبيعة الحال لديه الأمر و هي اللوبغان نحن أضطونا هنا اللوبغان نترانسكري لولب الغير منسوخ فالطريقة الأمور التي تضعنا هنا فالطريقة تصوير لولب الغير منسوخ نحن نحن نشده لولب الغير منسوخ و نضعه لنسخ مجرد نظام ديولة لقربية الحالة وقالة تسلعه لذلك نحن نفعل السؤال في سؤالها نعمل سؤال السؤال 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 و السؤال الر السؤال بالنسبة للسؤال السؤال إلى PAS أتفكت بنافجة TTC الإنسان إمرأة إشتركة إشتركة إلى حين تشكين إمرأة إلى حين تشكين وإشتركة إحطية الحوّن إذا أرى إذا أتفكت إطلاق لدينا هدل بغان نانت خانسكي يلاعطونا اللولاب غير منسوخ لا من حاجاج اننا انا مشي دائنا نضيي على الوقت نصاب لادائن الاخر ليا هو لادائن المقابل لي لولاب المقابل لي عاد ندير لاي اغير مساجي كنت لكم دائما كان جي توسيبا كان نعود نفس الحراف العندي نفس النيكليوتيدات كان نعودم هنا حرف واحد اللي ما كان عودوش هو لي واتي فيما كتبالية تي شنو كندير قدامها? فيما كتبالية تي كندير قدامها اي تي كنحطا او سي سي تي او تي او فيما كتبالية تي كنحط قدامها او فقط لانا لا يغير المساجي ما فيش هادي تيميدين وانما فيه لغاسيل هاد لبعز ازوتية القاعدة الازوتية ولا هاد نيكليوتيد ما عندوش تي وعندو او ما فهم؟ بينما الاخرين كنحطم كيمة هما ا ا ا تي او سي سي تي او تي او سي سي ج كنحطم بتلاتة كيمة هما ج ج ج ج ج ج ج سي سي تيو تي سي 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 تي او some種 في مثل تيو سي 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 او ج ج ج ج ج هم نجات ج ه planesان فهم معم مرور Data مع تي ط tournaments continu shin of this وخري ست Sweden فأمر منGH منفق أن يضعين المساجين في التاسع هل سأقومون بإشتكار أعظم للمساجين يقوم بإشتكار ونفق أن يهتم بإشتكار يومين نماته على المثال نفق أن نفق يجب أن نفق في أحماد الأمين أعرض بشكل تلك هذا يعمل سوف نقوم بإسوليسين إسوليسين يوسيقى هذه الفيديوى ترجمة ترجمة الانين الججين 전عيش الججين ثروسيين ا القابل ابدا الججين 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 absolutely أقوم بعمل صويفي هكذا نريد أن نضيطه بالنسبة للصوش s تقريبا على هذه الصوصة المشكلة بأن العراء نقوم بعمل نقوم بعمل 700 , 7自己, 7 Guy , Gmail , Hashtag , TT , Tasc , Tcc , GGG نفس شيء نعود iliar نفسي резيد من الثانج correct و هاد الاداين اختلاف واحد و اللي هو اللي عندي هنا دنك عندي هنا على مستوى هاد متتالية ماتين وسبعة وربعين المتتالية نيكليوتيدية هاد تخيبلي نيكليوتيديك 247 كانت عندي بنسبة فلاريل سواج بنسبة الحليل نورمال حليل دير لسوش اس كان عندي جي 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 سي و اللي عندي فلاسوش الار و اللي عندي ا جي سي وقعت لي واحد طفرة على مستوى لبغان على مستوى هاد الطرف ديال الاداين بنسبة للاسوش بنسبة عفوان لبغان نانتخانسكي بنسبة لهاد اللولب الغير منسوق شنو طرالية اش طرالية واحد واحد الموتاسيون واحد الطفرة الزلاح التحد targeting نيكليوتيد جي بن نيكليوتيد جي تم اسكو محافظ على هذا مستوى وهذітان اه السؤال هذه الوحزمة في الوحادي اجلUCE بينما هنحصلت على سيغين. بينما الخرين كلهم بحال بحال. دك شعرش ما عاودش نفس الشيء. فام. دونك انا جاوبنا على الشيق الاول. الشيق التاني واغيونا غتتحقق لنا من هذه الفرضية. احنا الفرضية اللي حتت نفس سؤال اللي قبل قلنا كانت عندي اموتاسيون تفرى. دونك صحيحة بطبيعة الحال غد نديرو باللي. الإيبوتاز اي تأكسبت ولا الإيبوتاز اي تفريفية. تم التحقق من الفرضية ولا الفرضية صحيحة. دونك عندي اموتاسيون كي مغنى بار سبستيتيشون. سيبدال. طفرة نتجي عن السيبدال ديال هاد نيكليوتيد جاي. بالنكليوتيد A. على مستوى هاد تريبلي 247. على مستوى هاد تريبلي هاد تريبلي هاد تولاتية 247. هاد شانجمون هاد هاد الموتاسيون. قدت الى تغير في لايغين مساجي. بالتالي تغير في الحمض الأميني. هناك عندي غليسين تم للسيبدال ديالو بسيغين. وهناك هنعرفوا بلاي تغير سواء في العدد ديال أحماض الأمينية. ولا في الترتيب ديال الأحماض الأمينية ولا في النوع دياله أحماض الأمينية. كي ادعensa البروتين. تغير فاهده الى تغير الوظيفة Blanche دياله لنسبة له استغني MQ double C plus A-C kB. نقرار بروتين انظيم يعني بروتين هذا تغير فيه يدى الى تغير الوظيفة لن يعمل على هذا الانظيم بالتالي انه السوش تتم السبدال من اس الاخ بمعنى انه فاشترى لها السبدال في الحمض الاميني هذه البعوضات السلالة اللي عندها الحمض الاميني فكتولي مقاومة لطبيعة الحال لطبيعة الحال لما يسمى بالموبيد الحشري اللي هو هذا الانسيكتيسيد بالتالي هنا عندي العلاقة صيفة طبيعة الحال بروتين او موريتة صيفة الجواب تقدروا تكتبوه تعويقات الطبيعة الحال وبنسبة لتحققهم الفرضية لطبيعة الحال لطبيعة الحال اللي هو المثال لطبيعة الحال لطبيعة الحالة جواني تفرق بالاستبدال نيكليوتيد J بالنكليوتيد A على مستوى 200.40 هذا ادى الى استبدال الحمض الاميني غليسين باخ السيغين كما ادنا كانت عندي غليسين ولا تسيغين بالتالي هذا ادى الى انه الحمض الاميني اللي غيوقع فيه تغيير بطبيعة الحال عفونا الحمض الاميني تغير بالتالي البروتين اللي غييتشكل غييتغير وبالتالي الانظيم غييتولي الانتاج دياله غييتختلف وبالتالي هادك الانسيكتيسيد هادك المبيد ديال الحشارات مبقاش كي ادتر لنا على هاد الانظيم هادا وبالتالي مبقاش كي ادتر لنا على هاد السلالة ديالبعود لك شلس منها سلالة مقاومة غيزيستانت A بالتالي تم التحقق من الفرضية فرضية صحيحة إيبوتاز كنكتبو يفاريفيه ولا الإيبوتاز اتاكسبتي